أصعب خسارة مرت علي يعني بحياتي لأن كنا قاعد نحلم بالمدالي هذي منوحنا صغر أنا أهلي دايما يوقفون بطريجي معني أنا لاعب زين بطياضة بس إنه الدراسة أهم شيء وهذا ثلاث سنواتي شارك بطولات دولية عشان نعدل تصنيفنا بالعلم الدولي تخيل يعني أصعد المنصة يا بمركز الأول ما في علم الكويت على صدري ما في ممنوع حط علم فتخيل شنو الشعور الصعب اللي علينا ترى شوف لعبة الكارتين ممكن الناس تشوفك أنت أعزام سود أوه أنت أعزام سود ترى لعبة الكارتين مو بالعزام وصلني الخابر أن أنا رسميا تأهلت إلى الأرمبياد توكيو يعني هذي ظليت مغش مرة ثلاثة أيام أبتي حاصد المداليات الذهبية والمخرع العالم كله شيد محمد المشوي بطل العالم في الكارتين بنورني اليوم في بودكاست ستارة حبيبي يا أماد قصر خلعت العالم فينا الله يهدوك مشكور على كلام الطيب يقول للقالب رهيف حتى لو كان مقاتل يبقى القلب أهم شيء القلب عندنا سالفة أهم شيء قلب عندنا سالفة يعني دايما نقولها مع أهلنا يعني إحنا بيت المسوي سادة فالسادة شوية فيهم العصبية العمانة مو شوية وايد زين فدايما نقول مع أهلنا هم عصبيين و هذا بس شنو القلب بالقلب طيب بالقلب طيب دايما نقول لك الألعاب القتالية تولد القلب تخلي القلب ميت ما في مشاعر ما في حاسيس فشلون تتحكم بهذا الموضوع في حياتك والله شوف الأمانة طبعا كلام مو صحيح بالعكس الفنون القتالية تختلف 180 درجة شو نقول لك يعني الفنون القتالية انت يا محفظ الشرامة الناس عبر لها ان الفنون القتالية والله تخليك عصبي وتخليك بش انت تفكر تبتهاوش لا لا ما لا شغل نهائيا كمبليت لي الموضوع غير الفنون القتالية بالعكس تهذب يعني تخليك شخص أفضل اخلاقك تهذب اخلاقك تخليك تحافظ على توازنك بنفسك مع معاملتك مع الناس فبالعكس صدقين في نون القتالية قبل كل شي تعلمك الاحترام وهذه كلمة دائما نقولها يعني هنا يعني ان نقدر نقول ان اكثر جانب نحصل فيه مثلا الروح الانسانية روح الانسانية وانك تحترم الشخص خصوصا اذا كان اكبر منك ليش فشوف احنا بالكاراتي عندنا ليش اقول لك تخلي تعدى الاخلاقك وتعدى الومور هذي كلا بالكاراتي انت اول مادش المدطب بعلمك تحية انك شون تحية المدطب تحية اللاعب الاقدم منك الاعلى منك بالحزام فاحنا عندنا كلمة بالكاراتي نقول اس حق المدطب اس شنو معناتها يا لاعبين في نون القتالية يعافونها الاس يعني كأنه مثلا تقول حاضر صح هذا شفته وحضرته معاك في اولمبياد توكيو ايه انت شايف لو مدطب يجلدنش تقول لا اس حاضر مو اس يعني اسكتس فرح لا 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 اس مو اس 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 تافرك سيد محمد سوالفلي عن بدايتك في هذا المجال وشلون بلشت في هذه اللعبة لعبة الكاراتي بدايتنا طبعا لشنة 2003 اثكرها بالضبط شهر ثمانية ايام الصيف الوالد طول عمرك يلعب جوده قبل ما كان لعبة الكاراتي ولا شيء لا يعرف لا يعرف حبيبي كان حابلنا يدخلنا في نون القتالية قال جوده فيها اصابات ما اصابات طبعا الوالد حين اذا سمع البودكاست هذا رح يقول بعد عت نفس السالفة لا 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 نبي شيء خارب الصندوق لا تعطي كل شيء خارب الصندوق رح يطلع اليوم ان شاء الله كيف والله فحاول سأل وين يدخلنا مني منك اي نادي قال اولا نادي لغموك احنا ساكني مغموثية طول عمرنا نادي لغموك زين في مدرب ممتاز وشدي وفعلا وداننا سجلنا والحمد الله من ذاك الوقت اجتمرين فمن 2003 اليوم تقع تكلم حقوة ال 21 سنة ان شاء الله نكملها السنة يعني خبرة خبرة وستاذ فيها خلاص شنو فرق الكاراتي عن الجودو نعرف هذا الشيء ممكن وايد ناس او وايد ناس من المشاهدين رح يقولولك مثلا هاللعبة هي نفس الشيء وفي ناس وايد الضية بين الكاراتي بين الجودو فشنو الفرق بين هني وبين طبعا هما بالنهاية الثنين اللعبتين ترجى حق المدرسة اليابانية الجودو لعبة يابانية الكاراتي لعبة يابانية لكن تختلف اختلاف كلي الجودو عبارة عن شخصين ينافسون بعض اللي يحاولي طيح الثاني طيح الثاني على ظهره عشاس انه ياخد نقطة كاملة اذا طيح اللاعب الثاني على ظهر او نزله او ثبتها على الأرض ياخد نقطة كاملة تنتهي الجولة والمبارات ويفوز اللاعب الثاني الكارتة فيها نوعين الجود نوع واحد الكارتة نوعين فيها الكاتة فيها الكوميتة الكاتة اللي احنا نلعبها الكوميتة اللي هو الفايت الشير بين قتال البيل اثنين هو القتال الحقيقي الكاتة مجموعة حركات يسمون القتال الوهم يتحفظها وชبه الكاتة اقضیبا لنفس الجنباز الغطس شون لاعب مثلا يسوي جملة حركات وفي حكام مثلا سبعه يقيمونه فوق تحت على تكنيكال پرفورمس على الأثليتكال پرفورمس فهذا باقتصاض يعني عن الكاراتي والجوزو. يعني الكاتة والثانية شنو كومتة. انت كاتة. صح. بس تعرف تلعب كومتين اللي هو الطريق وشذي. اكيد. اه الكاتة طبعا انت اي لاعب كاراتي يبي تعلم كاراتي. لاعبي مثلا خنقول انت بدخل مثلا ولدك بدخل اخوك بدخل اي احد كاراتي. رح يتعلم ان هو الكاتة. الكاتة هي اساس الكاراتي. مجموعة اساسيات تعلم شو تدافع عن نفسك الدفاع الصح الهجوم الصح. بعدين يعلمونك الكاتة اللي هي مجموعة حركات عساس انك تاخذ الحزمة. وبنفس الوقت يعلمونك الكومتين الفايت شلون اذا صار مثلا قتال بينك وبين اي احد او مثلا كومتين قتال في لعبة الكاراتية نفسها. انا عن نفسي لعبت كومتين. لعبت في الدولة الكويت وحقق نتنيها ميداليات فيها. ما شاء الله. بس بالكويت. وشنو بس تحت 18 سنة. الله. بعد بعد وقت 18 خلاص تركيز بلشت دولي وتصنيف دولي وهذا بعد ما تقدر توفق بيشي يعني. صح. فكل لكاته. عندك الفنون القتالية اللي اللي تعلمتها وكتسبتها في في مسيرتك مع ا ا ا شريك النجاحات سيد سلمان المسوي مكانة مكانة خالي اليوم ويارنادي الحلقة. بس انشال الله راح نلتقي فيه. بإذن الله. ويكون شي تشويقي للمشاهدين. بإذن الله. اللي ما حدي عارفه انه راح ينصد منه ما شاء الله تواهم sيد محمد. يمكنه يقعد تصوبة ثانيا. فراح يكون الموضوع اهم راح ندش به السوالو. ولكن انت واثنيكم بلشتوا في هذا المجال قتلي. صحيح. احنا الفين وثلاث طبعا مساوي مشاكل بالبيت مع الوالد وهذا اثنين توأم يمين يساغوا هوشة بالبيت فالوالد قال اكيد وشوف اشارة مهمة اذكرها ان شنو تشوف وايد في توأم يعني انا قابلت وايد ناش هذا مع اخوه مع اخته مع اللي يكونون توأم احنا الشي اللي يميزنا من الوالد والوالد الله يحفظهم ان لما كنا صغار كانوا دايما يسولنا كل شي كوبي بيست شلون كوبي بيست يعني مثلا ابوي راح السوق بيشتري لنا مثلا بيجامة بيشتري لنا فني لجاكيت اول شماط لكانوا يشتري لنا مثلا واحد ازرق واحد احمر يقول البيت هاك مثلا انت هاللون هاللون الثاني يسعل ليش انت يزرق وانا احمر نفس اللون فقام شي سوي خلاص متشافين يشتري من كل شي اثنينة فشخصياتنا صارت قريبة من بعض اللي نحب نحب نفس الشي فدائما مع بعض سواء حتى بطياضة اكيد دخلنا مع بعض اتوقع حتى الحلاق مع بعض حلاق واحد الموجلة تحية عدو الحلاقنا تضي لما نضوح لك دائما واقينا لما سنوات حلق وياه ما يضغي من محمد وسلمان القادة انا قصتي قصة مع الحلاقين شوي كانت لحيتي اطول زين فتقريبا جربت اغلب الحلاقين فاييرك حلاق يضبط لك اللحية حلاق يخرب لك الشعر يعفس الكاه يضبط لك الشعر يخرب لك اللحية تمام فلازم اروح له وصلت مع حلا يا رجل احدد بالبيت احلق بالبيت فلازم اروح له موضوعك عندي واحد انا ما بيتكلم ان بينك وبين سلمان لان يا ايلا ان شاء الله بحلقة فانا باخد راحتي معاك بالحلقة بس نجاحاتكم بالاحزمة شلون كانت هل هو مثل تفوق عليك يوم الايام او تفوقت عليك اه لا اشوف الاحزمة احنا كنا دائما مع بعض ترى اشوف لعبة الكارتين ممكن الناس تشوفك انت حزام مسود اوو انت حزام مسود ترى لعبة الكارتين مو بالحزام نهائيا ما لا شغل بالحزام يعني اهو الاحزام شي صودي انك انت اوكي تعلمت الاساسيات للليفل المعين مثلا لكن الكارتين هي عبارة عن اداك داخل البطولة وترى على الفكرة بالبطولة مو شرط انت شنلون حزامك احنا ناعد بالبطولة نلبس احمر او ازرق عارشت الاحمر اللي هو اساس ان يمجزونك حكام يا احمر يا ازرق على وقت اعلان نتيجة ولا شي فبالحزمة لا كنا مع بعض بلشنا من البداية من الابيض بعدين الاصفر احنا ما اخذك بعد الاصفر يهي بلتغالي ما اخذنا بلتغالي ضمرنا من الاصفر لي الاخضر الحمدلله كنا زينين بعدين ما اخذنا ازرق من الازرق رح نلبني ما الفرق بينهم الالوان هذي طبعا ايجى مراهل انت تبلش بالاية الكارتين External فاساس فانت تعلم الدرجة الاولى ثقاف الدرجة الاولى 겠어요 بعدين الاولى من الليل الخامسة انت صعد فكذا ما تعلم اساسيات الفايت اهم اختيب الأخفاء سودعها خطوة اساس هي turned my arms احنا игра فانت شلون تنمي هادي السرعة بداخلك من خلال تمارين ولا تقوس خاصة مثلا شوف احنا الكاراتي حال رياضة حالنا اي حال اي رياضة ثانية فاكيد ما تحتاج انك تدرب بس كاراتي مثلا تعال اساسيات وكاراتة ودق اللاعب النادي لا ماكو فايدة هذا شوية الولد سكول قبل الناس كانت بس تركز مثلا عشون وتركز على الكاراتة اما الحين العساس انك تطور سرعتك ثباتك قوتك تحتاج وايد امور كروسف تمرين جيم تمرين معرف اي تاكل عدل تاكل عدل تعدل نموك وايد امور وايد امور فا عشان تكون انت توصل حق الليفل توب الكاراتة يعني تحتاج تركز على وزنك معانا ترى الكاراتة ما فيها وزن الكوميتي الفايت فيه تحت ستين تحت سبعة وستين تحت خمسة سبعين الكاراتة ما فيها الكاراتة من ستاعش سنة وفوق من ستاعش فوق انت تعتبر درجة اولا ان شاء الله وزنك ثلاثمائين ان شاء الله وزنك خمسين عادي بس شنو تخيل واحد وزنة مثلا قول وزنة عالي زين زين ما بيحط لغم عشان لها تسعل نضغطها براح زين وزنة عالي واحد ووزنة خفيف مثلا اكيد راح الشر خفيف اسرع ولا شي فلازم تحافظ على وايد امور وقلت لك التماغين الجم والكروسفيت والامور غادي كلها مع بعض هي اللي يعني يطور كل شي سيد محمد لو ما كان في مجال الكاراتة ويمكن نشوفه باي نوع من انواع الرياضة او اللي قريبة من قلبك شوف انا عاشق لكارتة القدم لكن ما راح اقول لكارتة القدم اكيد اذا الحين انا مثلا على نفس تفكيري وهذا اكيد راح اروح للعبة التنس تنس الارضي اي انا اخوي يعني نحب تنس الارضي من كنا يا هال من تقريبا الفين وسبعة ثمانية والله كان عمارله تقريبا وقتها 14 سنة تقريبا ثلاث تنس الارضي ونتابعها ودائما يعني هواش بالبيت شوف انا اخوي نتشابه بكل شي اللي بلعبة التنس انا اشجع نادال وهو اشجع سويسلي فيترل واجغ فيترل ها شوفكم زال كتيرو نشين ستوري يالا حين مباراة زاكي يوم انا اخذ معاين ان النادال موجود بالكويت اقول عزو بوهر قاعدين ومصور صح صح زين بادل على قل لا بادل كان عندنا حتى كان عندنا ملاعب بادل وهذا بس البادل وايد حلو ووايد اسهل من التنس بس يعني شعبية التنس بالنهاية هي لعبة الملوك يعني الله فلو ما تشوفنا بالكويت ايه راح تشوف حتى سلمان اذا يبت بودكاست ثاني راح يقولك تنس يا الله انت غششته حلاص موجوده انا ما يضغي بيشوف الحلقة صح الله يشوف الله محمد دار الاسرة وايد مهمة وانت ذكرت انه والدك الله يحفظه كان لاعب سابق وملم بهذه اللعبة فسولف لي اكثر عن هذه الاسرة الكريمة عطنا شوي نبذة بزيادة خلني دردش فيها اه والله شوف الاسرة هما يعني الوالد الله يحفظها الوالدة الحمد لله يعني احنا متميزين ما اقول متميزين يعني احنا محظوظين الحمد لله رب العالمين اه عندنا اسرة داعمة لنا فترها هذي رياضي اي رياضي يعني انا شوف كان عندي مثلا كذا واحد وياي بالجامعة لعمو رياضي كان يقول لي ان انا اهلي دايما يوقفون بطريجي مع اني انا لاعب زين بطياضة بس ان الدراسة اهم شي وهذا احنا الحمد لله ما كان عندنا ان شاء الله هذي الوالد الوالدة الله يحفظها اهلنا بشكل عام احنا ننتمي حق اسرة رياضية انا عمي اه علي عباس المسوي اني الله يحفظه هو اسطورة كاروت اليد بالكويت وحكم دولي فكان دايما تاركت حقانا واخوي نشوفه انه يعني حتى حببنا بكاروت اليد وهذا بس كنا نشوفه خياضي ومتميز فكان غير بالعايلة فالأسرة وهما اساس كل شي الوالد الوالدة قلت لك نجمع ما قلت لك تواب اهما بلشوا يانا من الصفر اذكر 2003 يعني بعض التمرينات عندنا كانت ساعة ثلاثة الظهر تخيل جو حق وصيف وهذا ما عمرنا رحنا ننادي مثلا تاكسي ولا شي كانوا دايما موجودين ان شاء الله ثنتين ثلاثة اربع اهما اللي يودون لنا طبعا دايما وابدل اهما الوالدين اهما الدائما اول اللي يمدوا لك ايادي العون على قولاتهم وهم اللي يسحبون ايدك للنجاح بشكل دايما هذا غير دعاويهم اللي بظهر الغيب طبعا ايه النهاية اكيد ما نستغني عنها والوالد بقى في معلومة ثانية بعد اعطيك ياها الحين اللي اخص دمك شوية ترى انا قلت لك الوالد يلعب جودو حلو وكان لاعب جودو عند حزا مسود وكان يدل اسمريكة خمس سنوات ولاعب جودو هناك ماشا رد الكويت لمانيان الكويت وتزوج وصار عند انا اخوي ما يعرف شي عن كارتي اخ قلت لك سأل وشاف ما يبيدخلنا جودو يبيدخلنا ضيالة ثانية غير الجودو نلجودو فيها شنو اصابات اصابات اوكي شاف الكارتي داش شين الكارتي حلو اتدربنا انا اخوي سنة سنتين داش شين المنتخب لمن ابوي اعتقد كان وقتها عمره 39-40 سنة طبعا كان دايما ميان بالتمزين بالصالة مع المدطلب وهذا قال ابا اتعلم كارتي وتعلم كارتي مع مدطلبنا وكان يتدرب اذكر احنا خلص نبغينا الساعة ست ست ونص الساعة سبع تمرين الوالد مع المدطلب ماشا الله وياكم ها ويانا ويشوف التمارين وهذا واجتمر من احزام الابيض ماشا ليل اصفر وصعد ليل اسود وصار حكم دولي واول حكم كويتي يحكم في اسيا قبل يحكم بالدولي لكويتي ماشا الله تبارك الرحمن فتخيل يعني هذا شنو الدعم بالنسبة لنا احنا هذا مو بس دعم هذا انت تشوفه حافز بالضبط اني وصلت للهدف بتدوس همية بالمية ف يعني هذي من اهم الامر اللي حق انا اخوي ظلش كان تخيل مثلا اعطيك مثلا كنا نروح بطوة عالم زين الوالد عند اختبار حق تلقية التحكيم ينجح بالاختبار باس بعدها احنا بمدالة تاريخية ما صارت بتاريخ الكويت بمدالة مدالة عالم الفرحة فرحتين الفرحة فرحتين فالوالدي يعني هو لانا قلت لك ان انت محقوس رياضية وابوي عاشق لرياضة من يوم احنا صغار وما كان يقول لنا لأ دائما يدعمنا ووفق بين رياضة بين الدراسة وهالامور هي اللي سهلت لنا كل شيء يعني شوف انا مو شخص رياضي ولكن ايني شعور احيانا احس فرحة الرياضي او البطل باي الرياضة كانت خصوصا لما نييب مثلا مركز معين ويرفع على مديرته فهذا وايد شيء مشرف وعطني يوم الايام مثلا بطولة انت وصلت فيها مركز كبير ورفعت على الكويت وكانت بداخلك حبرة محينة شعور غريب مشاعر متلخبطة ابي حدث شذي اثر فيك والله شوف الحداث وايد بس في حدث هو الاقرب حقي والحدث اللي يعني ما انسى طول عمري شوف طياضة هي واجهة بلد يعني انت ممكن تصير مشاكل باي دولة مشاكل سياسية مشاكل معرفة اي شيء بس الشيء الوحيد اللي غير وجهة نظر الشعب واللي هدي هي طياضة صحيح انا اذكر على السؤال اللي سألتنيها يعني اذكر الشيء اللي سبيشال بالنسبة لي سنة 2021 لما انتهلت اولمبياد توكيو جميل طبعا خمس سنوات من التعب خمس سنوات من المشاركة بتسعة وعشرين بطولة دولية في سبيل توصل الحق اولمبياد توكيو في سبيل ان يتأهل اي الكاراتيه طول عمرها ما داشت الولمبياد شوف كم اولمبياد توكيو قبضها بعد المرازيل لندن وبكين كل تاريخ الاولمبياد اللي صارت ولا مضر الكاراتي داشت للولمبكس فاول مضرة كانت تبدي شوين في توكيو وليش لان الكاراتيه لعبة يابانية واليابان طلبت ان انا تبدي دخل الكاراتيه حلو فمن بعد خمس سنوات انا مع اخوي سرمان نحاول ونشارك بطولات ومضر علينا اليقافة ضياضي ثلاث سنوات كنا مستغطين نشارك ثلاث سنوات نشارك بطولات دولية عشان نعدل تصنيفنا بالعلم الدولي تخيل يعني اصعد المنصة بمركز الاول ما في علم الكويت على صدري ما في ممنوع حط علم فتخيل شنو الشعور الصعب اللي علينا يعني تخنيك العابة انت واقف ما تريد تضحك تبت شي مستانس ولا لايك خلقك صح فبعد هالخمس سنوات هذي بعد التعب رد الايقاف عطينا العلم مرة ثانية وشاركنا بطولات كمعن النقاط بسنة 2021 وصلني الخبر ان انا رسميا تأهلت الى الانبياد توكيو يعني هذي ظليت مغش مرة ثلاثة ايام ابتي ابتي والله مو صدق بروح الاولمبيكس واول مرة بتاريخ الكاراتي واثنين وثمانين لاعب بالعالم كله واشتروحون الاولمبياد وانا واحد منهم هذي حلوة ان انت مثلا رياضة الكاراتي اول مرة تدش او ترتبط في الولمبيات في توكيو ويكون ممثل من دولة الكويت كبطل داش فيها متأهل وتوقع عربي كنت اول عربي صحيح يعني شنو ما اعبر عنها مو كافي يعني انا ما قلتلك شوف مو اش ماركت اقوم من النوم يعني مثلا يوم الاول وصلني الخبر الثاني يوم اقوم من النوم وقول لا انا قاعد احلى مصد ايه قاعد احلى أقولوا صحيح اللي صارت انا تعهلت لأولمبياد ما تعهلت شلو صارت قلتلك 5 سنوات من التعب وايض مرين بظلوف صعبة ما كان في دعم حقي شاركت ب29 بطولة دولية بخمس سنوات 22 منها العساب الشخصي تخيل في سبيل انك توصل لأولمبياد في سبيل اني اوصل لأولمبياد 22 منها العساب الشخصي وانا كن طالب ادرس في الجامعة ورجالة امريكية اوفق طالب هندسة اوفق بين الدراسة وبين غياظة وبين البطولات والتصنيف وكل شي بروحك ما في خطة مجازفة صعبة مجازفة صعبة المنافس مالي منه واخوي واحد يا انا يا اخوي احنا اخذينا الموضوع نتدرب مع بعض ان شاء الله مع بعض انت يبتحى الكذر من نقاطها البطولة وظلينا ان شاء الله ندعم بعض والهدف اذكرها الى حين انا في سنة الفين و اتوقع الفين وستعش او خمستعش لما خلاص علينا ورسمي ان الكارتي بدش بتوكيو مدربنا الايراني بالنادي كابتن سيد علاء الدين كفار شنو قال لنا قال الحين رسميا الكارتي دشت الاولمبياد الاولمبياد بعد اربع خمس سنوات واحد منكم راح يكون بتوكيو ماذا محمد ولا سلمان بس واحد منكم ايو والله تيقال لنا لان حين اذكرك اننا ممشى مشرق عندنا الركض تخمينة تخمينة لا مو تخمينة الريال مؤمن مؤمن بقدراتنا مؤمن انه مدرب زين نتعب مع بعض ان نتدرب وننصر وعارف اثنين نفس المستوى وشذي والله حين اذكر راحي قال محمد او سلمان واحد منكم بيكونوا بتوكيو وتحقق الحلم فهذي اللي تسألني عن اكثر شيء يعني قريب بالنسبة لي هالانجاز وبعدين فرحة الناس والتويتر والاستقرام واللوية ويبينونك الناس اللي طول عمرهم يحفرون لك يطلعون لك الحين بوايك الكيتي يتلزك فيك يعني واحد امور طبعا كانت اولمبياد توكيو شوية غريبة يعني احنا طالعين من كورونا واللحين توكيو او اليابان مشددين بشكل كبير على اللاعبين على الوفود على البطولة بشكل عام وهجهت صعوبة بهذا الشي وشون كان احتكاكك مع اللاعبين الاخرين يعني انا يوم كنت موجود بطوكيو الامان انا كنت اشوف مضايقات شوية تشدد عندهم بالدخول بالطلوح خصوصا اذا كنت انت حتى بداخل الفندق حاطين عند الباب الشخص راقب متى طلعت من هذا الشي وتسجل متى بدش متى بتروح مان رايح عرفت على هالاساس انت تذكر الله ان احنا اليابان اول ما وصلنا راحنا اني هون ماتسو المنطقة اللي كنا عاشل طيام فيه ما اسكر انتو كنتوا قابلنا هناك قابل ايه احنا راحنا بعدكم صعدنا الفندق دلشين اوكي تضحيب وناس وما يقصرون وكل شي طابق الثاني بس حق تيم كويت ثلاث تنفار انا واخوي ومدربنا الاسباني كابتن اسير اه كل واحد لغرفة الاكل نفس الطابق بواحدة من الغرفت بسوينا مطعم يعني الأمور كانت غريبة وشنو ما يكلموني كله لابسين كمام وكل يوم تست حق الكورونة الكوفيد وما عرف إيش بسنو تجربة هلوة كان هم متساهلين مع ان يعني قفل اذا قالوا لهم لا تسوي مستحيل تسوي سيدا. يمشو لك عن نظام. اي يعني احنا مثلا مدربنا شنو قال قال احنا بهال المنطقة الحلوة هذي. ودونا معبد بالمعابد خنصور نربس بدل كاراتي تعاف المعابد اليابانية شلون اا يعني عندهم شي ترادشنا. واجه هو ترادشنا. اي واجه شي حلو. خلونا بنربس بدلنا على اقل الحزام اش ودو نصورنا تبصورة مع بعض حلوة. ولأ لازم نسأل البص ونسأل 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 اين بالغصب والله اتكلم. يمكن خمس عجل دقائق نزلنا شي قالوا تنزلوا من البص. صوتين ونمشي. كانت خلص صورة وانا معدلها. صحيح. تجربة حلوة لما نطلحنا توكيو خلاص داشتنا قضية بعد كان شي ثاني. قضية الكل المسوي تست كل يوم تست فاختلاطنا مع اللاعبين ومع الامور بالمطعم وهذا يعني كان شي وايد وايد حلو. يعني ما توقع راحيش نفسه. شاركت وايد بطولات. اقو بطولة العالم شاركتها. يعني بطولة العالم بطولة آسيا. شنو تبي شاركت. الونوبكس هي وانا ندوني يعني. طبعا سبحان الله فترة كورونا كانت اختبار للعبد بشكل كامل. فعلا. يعرف شون يدير اموره شون يدير يومه من بدايته لنهايته. فسبحان الله كل شي يصير او صار بهذه الفترة كان خيره واختباره كبير. محمد شون كانت فترة كورونا بالنسبة لك. والله شوف الكورونا يعني من احلى الايام اللامانة. من اصعبها واحلاها بنفس الوقت. ايام الحضر. وما تجد لتطلع من البيت. وتأجلت الاولمبياد. وتأجلت كل الفطولات. فمن اول ما صار الموضوع هذا. انا واخوج قلنا. قلنا خلاص. حين يعني يا ان يضل الوقت. يروح الوقت. من غير تمرين ولا شي. انا نشتغله بشغلة عدلة. صح. تحنو نقوم نروح ناخذ بصرط بصرط كارتين. عندنا صار بالبيت عودة. هذا الحتي بداية ستة عشرين. اول ما نسكره كل شي. خذينا بصرط الكارتين. عندنا صار تقريبا 11 بخمسة شي شي دي. حطينا بصرط كارتين. حطينا بصرط حق الحديد ما حديد. بار وهالامور. سلام. وتمرينين صبح عصر. قعد. بهالفترة ما اكو شي ما تطلع من البيت. صبح ساعة عشر اه داعش نقوم من الدارة وتمرين الاول نريح. نقعد مع الاهل مع بنات اختي مع بنت اختي كانت بس واحدة لايال كانت زينا الله يحفظه ما كانت فيها بعد. اه نقعد ويوم نتغد نريح تمرين عصر ثاني. فقضينا لفترة الكورونا كلها تمرين. وانا دايما كلمة دايما اقولها هذه. ان سبب كبير من وصولنا للأولمبياد. وهو الفترة هذه. ليش? لان كنا حاطين هذا في بالنا. صح. حاطين ان مهما كان صار تأجيل ما تأجيل. عندنا بطوحة اولمبياد. عندنا بطوحة عالم هذا. اول ما يرفع الايقاف. او مون الايقاف. اشف. اول ما يرفع عندنا الكورونا والحضر وهالامور. على طول ان شاء الله نكون جاهزين. وفعلا هذي اللي صار. فا استغلناها بشي وايد حلو يعني. وللأماني يعني انا الشيخ اللي مبصدون منها. احسن وقت عدلت في اكلي بحياتي فترة كورونا. يا الله. يا سبحان الله الناس كانت كورونا تتشهي. اي. لا تسألني شلون انا والله. كان عندنا وده الله بسباني ذابحنا. ما تاكل سويت ما تاكل شكل. تب تحط شكل تحط شكل تحط ستيبي. ما يعرف عربي. يا ريت يا عربي. يا ريت يا عربي الله يعني. بس شوف فترة دائما لقولها حلوة. وجميلة وكل شيء. بس اكيد الله يعني يكفلنا منها. ما 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 يبيح تنادي يعني. وسبح الله كل شيء كان في الى ايجابيات وسلبيات. فكانت ايجابياتها اكثر من سلبيات. اكيد فعلا. بالعكسة يعني احنا فيها شغلة مهمة ما ذكرتها يعني انا واخوي قبل الكوفيد. حياتنا كانت كلها سفر. زي. بطولة وابطولة بطولة وابطولة. مو عسكر. ففترة الكوفيد خلتنا نقعد سنة بالبيت. نجاب الهل ني قاعد مع الوالد ووالده مع مع خواتي. واحد يجاب الهل اصلا. يعني بالعكس جمعتنا والله كانت يعني فاترة صعبة بس حلوة. الحمد لله لك الحظ. ابي مرة من المرات مثلا صادفت بطولة معينة خسرت فيها او ما حققت مركز معين او حسيت ان انت انضلبت فيها او انت اديت احسن ما عندك حسيت انه في ظلم او عدم مساواة في ما هو هذا. اي انت بس خلينا نلتج الظهر اليوم صح? يعني حياتي ضياضي مو سهلة. يعني زي تتعب وتتدرب وهذا عشان انك تفوز. فالناس تفرحوا اياك لما تفوز وهذا. بس ضياضة مو كلها فوز. صح فيها فوزة فيها خسارة. والخسارة حق اللاعب اللي يتعب ويدرب وايت صعبة. يعني انا اقول لك ياها احنا نحن نلتج الثلاثة عشرين. تول في الثلاثة عشرين شهر عشرة. اخر شهر عشرة. بعد ما قدنا من دورة للعاب الاسوية البطولة الاولمبية الكبيرة ونحققنا فيها نتيجة الحمد لله. كان عندنا شنو? بطوة العالم. بطوة العالم هذي يا بحفظ السرامة. ولا كويتي عندها فيها ميدالية. في سنة اتكلم انا واخوي. وعندنا معانا زميلنا احمد شهاب. عندنا برونزية في بطوة العالم لكن تحت 18 سنة. زينا. فوق 18 سنة ما في ولا كويتي عندها ميدالية بطوة العالم اللي هي تعتبر حق السينيور. بلو. فاحنا طول عمرنا هدفنا شنو? هدفنا نكون اول كويتيين نحق من نحق نتيجة. وقاعدنا تعب حق الهدف هذا. فسنتين من التبغيين من سنة الفين وعشرين وثلاثة وعشرين كلها حق البطولة هذي. وصلنا وفزنا على وانتخبات قوية وتأهلنا وكنا مرشحين. سبحان الله خسرنا خسرنا لعبة الميدالية على الميدالية البرونزية بفاق صفر بونت واحد. صي يعني ضد المنتخب الاسباني وللعلم المنتخب الاسباني اخر ثلاثة مطلات اللاعبين وياه احنا فايزين عليه. فايزين عليه اخرها في شهر واحد الفين وثلاثة وعشرين في اليونان. لعبنا اياهم بطوة العالم الادفانتج كان لنا احنا عندهم لاعب متعوق ومبدلين ومعرف ايش. كنا احنا افضل الامانة وكنا افضل بس سبحان الله خسرنا فوق صفر صفر بو واحد وما خده وخمسة واربعين بوينت اه اربعة احنا خمسة واربعين بوينت ثلاثة. فهادي اصعب خسارة مرت علي انا واخوي ومحمد اه سوزكي المعروض بسوزكي ويانا جميلنا بالفريق احنا الثلاثة اصعب خسارة مرت علي يعني بحياتي لان اه كنا قاعد نحلم بالمدالي هذي منو احنا طبعا او هشوف انا اللي غثني بلعبتكم انت اللعب بالثواني فشخص معين تفوق عليك بالثواني هذي او التايم المعين المحدد خلاص انت مجهودك يروح. اهي 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 مو ثواني اهي سكور نتيجة يعني مثلا اقول لك انت حين نفس ما بالبداية شراحت لك هنقول لعبة الجمناتك مثلا الجنباز الارضي اللي هما في لاعب يدي اشتاو جملة حركات اه اه على نفس بصوت ولا شي نفس تكون نفس حلبة اه اه وشوي فيها حركات والحكام يقيمونها مثلا تسع من عشرة احنا كارتها نفس الشي يعني تشوف انت المقارنة بتقول بالسكور اي فممكن ما يصير في ظلم لا سمح الله اي لا هو يصير في ظلم اكيد لعبتنا فيها ظلم مائد للأسف هل يعتمد مثلا على ذكاء او نباهة المحكم انا اقول لك شون اه الكاتة تعتمد اعتماد كل هجيب مثلا اليابانيين دائما اهم لهم ادبانتج لعبة يابانية واساسهم يلعبون كارتين من عماضهم سنتين يمكن فحتى لو الياباني ما كان امية بل امية سوبر تلقى الحكام يتعطفهم معه فيه تعصب ايه فيه تعصب لهم الاوربيين الايطاليين الاسبانيين رئيس الاتحاد الدولي اسباني فيه امور تصير وهذه نقطة جدا سيئة للأسف في مجال كارتة فيه دعبة الكاتب الاتحاد فتخيل انت تتعب طول هالسنين هذي كلها ومجهودك ممكن يروح بثواني من يعني مثلا قرار غلط من الحكم نتيجة حكم يعطيها غلط فاحنا في بطولة العالم هذا اللي حصل بياننا انا ما اتكلم عن نفس يعني الفيديو موجود بشهادة كل اللاعبين كل اللاعبين كانوا موجودين بالصالح ان احنا كنا افضل بس يعني نفس ما قلت لك انا ما قلوم احد انا بوجهة يعني كلامي بس كان ردن على سؤالك ان الرياضة فوزي خسارة وعلى اصعب خسارة هذي بالنسبة لي تعتبر اصعب خسارة يعني خسرت فيه بالرياضة بشكلها تحث الناس مثلا ديش مجال رياضة الكاراتي وتمارسها مثلا وتتعمق فيها تنصح اللي بيدش مثلا كممارسة للوناسة والترفيه ولا لا والله ديش اخذ مراكز واسعى توصل للعالمية والله الكاراتي لعبه وايد حلوة بالبداية اش قلت لك انا الكاراتي غير عن المنظور الناس فهمته انه ترى والله يلعب كاراتي هذا بس بيتهاوش هذا بس بيطق نا ايوه الكاراتيت يعني انا اعطيك مثال يعني يمكن اي احد رح يشوف البودكاست هذا رح يقول ممكن بيدخلها الكاراتي احنا كان عندنا واحد كان عندنا ياهل بالنادي قبل يعني شا اقول لك يني ما تقدر تمسكها بالنادي احنا حزام اسود بالنادي نعصب عليه وهذا يستعبط عليه كوين حاش شيطان ما شاء الله عليه يقض يروح يرد انا انا كلامك على ما ثم احب بنت المدرب عندكم مدرب ايوه يعني عجيبة حبيبتي والله مش ساقب لها الله يدو الحين اسبانية المدرب خلص عقدر من التعادة هين صالنا ترى سنة ما شاء الله عليها التكلم عربي وليد تحبكم متعقق فيكم ايوه؟ التكلم انجليزي وتكلم اسباني ثلاث لغات وايوه تكلم باسك بعد باسك لغة اسبانية ثانية الهه يحب مع عشراتكم فما اخذها منكم ايه هادي شوفوا هم المدربية الكويت 2019 شهر 12 فالبنت كان عمرها والله ما اذكر سنة او اقل من سنة ايه فظلت او اقول سنة مثلا حلو ظلت لعمرها ثلاث ستين اربع ستين عندنا بالكويت ويانة فربت ويانة كبغت ويانة تي عندنا البيت وبنت تمرين ويانة ايه يعني حبيبتي هادي اراي بنت مدربة الاسباني يعني شخصياتها هايد حلوة وبنت وحيدة وبوها همها مو صغر وبوها عمرها تقريبا 45 سنة يا ابوها على كبر والام عمرها تقريبا 38-37 سنة فالبنت عاشا مع كباغ فحتى شخصياتها كبيرة صح فاي تشوفها يا هل بس نزغها الكويت بس شخصيات حلوة ما شاء الله وجه لهم تحية بالاسباني تحية والله مرحبتي المنتخب كانت فترة الصيف. سافرنا مع المنتخب رحنا بطولة ردينا بنتدرب بالنادي حق بطولة بطولة الدوري كان عندنا. اشوف الياه لاني دش الصالة. سكر حلجة. قس يحيي التهية. قعد. ويتدرب حالة حغيرة. اللاعب نفس هذا لعب عندنا بالدوري صار بطل كبر وقدش عندنا كمل عندنا بالنادي. في الكاراتيه انت قاعد تقول لي اهو شي تنصح فالكاراتيه قبل كل شي تهديب للنفس. تغير شخصيتك. تغير امورك. تغير اخلاقك. تخليك شخص افضل. تحترم الاكبر منك والاصغر منك. تحترم مدير طلبك. تحترم اي احد. والاهم من هذا تقوي شخصية. تخلي شخصيتك قوية تعتمد على نفسك. فاكيد انصح والله انصح لكل يعني. وملاحظ ان على كلامك ان اهيه بعد اضيف حق الانسان الاتزم بالمواعيد. صحيح. يصير قانوني اكثر. احسف يوما ساعة ميت لك. انت تايم نفسك. محمد بما انك انت يعني اسطورة في هذه اللعبة. لاحي لاحي مصل اسطورة. عالمية وعربية الله يحفظك. اه عندك اكيد زملاء بهذه اللعبة وعندك اصدقاء كثير. فشنو اللي شفت مثلا مستوياتهم سواء لاعبين غرب او سواء لاعبين اه في الشرق دول عربية. والله طبعا الكاراتيه فعلا عطتنا رابع من كل دول العالم. يعني من اي قارة تبي في ناس نعرفه. وهذه شغلة ميزة هلوة بالضياضة بشكل عام. تغير تعطيك علاقات تخليك تعرف ناس تخليك يعني شغلة دائما دايما اذكرها يعني شغلة احبه. عن المستويات يعني شوف المستويات هي دايما احنا نحاول نتعلم من كل صوب. صح. سواء المدرسة اليابانية المدرسة الاوروبية. اه المدرسة العربية قبل مثلا منه كانوا مسيطر على الكارتة مثلا بالعرب. مصر. مصر عندها لحدنا افضل نتائج عربية. احنا الحمدلله رب العالمين في وقتنا الحالي احنا فريق العربي صلنا رغم واحد. فكان عندنا دائما تاركت. فريق عربي وكويتي. فريق عربي واحنا الكوتيين احنا تيمنا انا واخوي ومعانا محمد. احنا الاحين المصنفين الاول عاربيا كافه والله. هذاشي يمثل ترى اسم اليكويت بشكل اكيد. احنا هدف كبير كان بالنسبة لنا لنا احنا كان عندنا ا ا ا ا ا غاربين نشوفهم. Yeah you اهم اخوان بالنسبة لنا الاحين كابتن ابغاهيم ماقدي موسى كابتن مصطفى العتال هذين الاحين كلهم صلا ت sposob� مع مشا Started كنا طول عمرهم ومآسكين بالدول العربية انه هما البست. احنا كان عندنا هدف انه نمسك المكان هذا فكنا نتعلم منهم نشوفهم المدرسة الإيطالية مثلا مدرسة الإيطالية احنا كان أساطير العالم مثلا عندهم مثل ذهبيات عالم فضيغ الإيطالي فنس ما قلتك انت اليوم بضياضي عشان توصل لازم تعلم الكل ما ترفع خشمك والله انا احسن واحد وانت ما هتوصل مكان يوم الايام كان عندك مثلا نزال معين امام شخصية معينة كنت برتبك او مثلا وهو لازم كل بطل لازم يحط جدامه انه انا اقدر وانا قدهه واذغ من نفسي خلاص ادلي علي بس يوم الايام سيد محمد واجه شخصية كان متخوف انه يمكن يكون النزال بينه وبينه المنافسة قوية يا انا يا اهوة اعطيك يا رامي الاخر ايه لما نلعب ضد اخوي سلمان لا اكيد سوف اي مباراة تلعبها اي ضياضي يلعب اي بطولة فيه توتر فيه سترس وفيه تفكير في هذا فما بالك احنا بعض البطلات بطولة فردي مو تيم مع بعض فردي كل واحد يلعبوها نصعد النهائي مثلا مع بعض ولا الثاني دور نطيح مع بعض ولا على الفلونز نطيح مع بعض فا اكيد هذا يمكن حتى لو لعب مع اي واحد مع اي طالي ياباني ذهبت لالنبيادة اوكي ادرنا لاعب زين انا راح اشوي له عليه وسلام عليكم وسلام بس لما نلعب احنا مع بعض غير اكملت غير يعني لما تفوز تستانس ولما تفوز بنفس الوقت تزعل انه لاعب مع اخوك لا انت انت حتى لو خزرت تستانس اخوك يا ابماكي ببط بس لما انت تفوز لاعب ضد اخوك ما 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 تبيه تبيه يفوز مثلا فهذا يعني اكثر لاعب لما نلعب ويا الشغ في تفكيرتي يعني زايد اخوي وانا تواجهنا وايد وشاعات انا افوز شاعات واي فوز فالموضوع يعني ايكول بيننا واي شي محير هذا ايه شي صعب اصلا الوالد لا تفوشي سخفي ذي طيحنا مع اخوك يا ويل كمان ايه كبت انك الليلان يقول لا لا تلعب وضوز بعض ساعة يقول ما لا داعي اه ساعة يقول مثلا احنا عندنا شغلة بالكارتين مثلا اوكي انت حاول انه تحرك مثلا هني عساس انه مثلا هاد يفوز لا انه ما انت تتحرك عسان هاد يفوز بس بعدين قال انك خلص وصل لي قناة انه بعد ما كبرنا لا بالعكس الاب فالبلاي اي واحد يلعب اي واحد يفوز هذا الافضل انتهى الموضوع المشكلة مو هنية المشكلة ذا عند الشيطة منافسة بين بعض دعوات الوالدين ايه ايه ماكو غاز يسكتو موضوع شيد محمد وين طموحك الهدف اللي بتوصل لي يعني الطموح ما لا حدوث كالعادة نقول هذي بس يعني ضياضة لها عمر معين فالكاتة لا عبين الكاتة عادة يكملون لخمسة ثلاثين ثلاثين اذين اذا كان نفسهم طويل اليوم انا ان شاء الله بدش عمرو تسعة وشرين سنة الله يخليك وياك ان شاء الله يعني عندي هدف كبير ان نحقق نتيجة في بطولة العالم الحمد لله احنا بعد خسارتنا لبطولة العالم وصولنا المركز الخامس على العالم اهلنا الى بطولة العالم اللي هي رح تكون نهاية هالسنة هذي في اسباني فهدفي ان نحقق نتيجة فيها نحقق نتائج اكثر كذا ما نقدر دوغة لعابة الاسوية ليايا غير الصين باليابان الفين ستة عشرين عندنا هدف شوية جدام كبير حقها اه بعد ما نحقق الهدف هذي كلها اكيد بإذن الله يعني مفكر اني ادش في مجال التدريب كوننا الحمد لله عندنا خبرات سابقة جربنا قبل بالنادي طلبوننا وايت سمينارات فهذه امور كلها مهمة طبعا تحطها بالسي في مالك وتيمع وهذا فهذه الامور اللي قاعد نطمحناها هاليا ان شاء الله كاف والله الله يوفقك يا حبيب اخوك حبيبي انتحي وانا اليوم سعيد جدا باستضافتي لك ونورت مكانك وان شاء الله الجمهور والمتابعين استمتعوا بهذه الحلقة وكانت فيها كمية من الإيجابية والطاقة المليئة بالروح المعنوية والاسرار فاتمنى يعني يستفيدون منك وباسرارك ونجاعاتك الدائمة يا حبيبي انتحي شكرا يا حبيبي ما تقصر تسلم لي واصلا انا اليوم بستانس واخيرا يأتي لك الستيديو واخيرا صلا نشكل نسؤول عن بودكاست هذا سنتين اتانا نسوي ها حبيبي انت نشوفك على خير ان شاء الله ان شاء الله مشكرا يا حبيبي خوش شي اه اه مية مية